تستعد وزارة التربية والتعليم لفتح مراكز التعليم المسائي للرجال والنساء للدراسة حضوريا خلال العام الدراسي 2022-2023 وفي هذا الإطار اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم 187 معلما ومعلمة من منتسبي الوزارة للعمل في تلك المراكز مؤكدا اهتمام الوزارة بالتعليم المسائي وتطوير الخدمات المقدمة للدارسين فيه ضمن جهودها لتوفير التعليم للجميع واستنادا الى القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم الذي اكد في مندته التاسعة ان محوى الامية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيا واجتماعيا ومهنيا واضف الوزير النعيمي ان الوزارة حرصت كذلك على ان تشمل هذه الخدمة الطلبة من فئة الصم والبكم حيث يقوم معلمون متخصصون في لغة الاشارة بترجمة شرح الدروس الى اولئك الطلبة سعيا نحو تقديم افضل الخدمات التعليمية لجميع الطلبة والطالبات